أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ما بدها الآن مرحبا لكل مشاهدين موقع الفن بحبة؟ ايه بحبة؟ بتدحكني؟ ايه بتدحكني؟ ولكن مش بس بتدحكني مسقفة شاطرة عندها سرعة خاطر نجمة بكلمة للكلمة من معنى نجمة الكوميديا ونجمة التقديم ونجمة الجد كمان بتقديم من بعض البرامج هي رولا شيمية حبيبتي رولا صرنا بالقسمة الثانية سمالة عليكي ولك سمالة عليكي ولك سمالة عليكي افرح منك يا رب امين يا حياتي لأنك حلوة الحلوات بعدك نفاكرة بالجيزة؟ انا ما بحياتي شلتها من رأسي ولكن دايما بقول اللي بدي بهال يعني الجيزة مانا كلمة سهلة مانا اللعبة مانا اللعبة وان شاء الله اذا ربنا كان كاتب لي ارجاع الجواز لابن الحلال ليسعدني ويهتم فيي وأهتم فيه اكيد ويحترميك طبعا بدي اوصل لنجوة كرم يالي دايما كنت تقلدي بتذكر بره زالت منك وقتها قلتها كانت هي وميمتها ايه صح هلأ اتجوزت بتهني عجزتها؟ طبعا بهنية وبقول لألف مبروك وقالله يوفقها يا رب وبتستاهلك الخير وان شاء الله بتضل شمس مضوية بلبنان وبالعالم العربي شمس الغنية اللبنانية انت قدوا كتير انه وانت قدوا انت قدوا عريسة انه اخذ من غير طايفة وكلها ودي الامور شو بتقولي له؟ بدي قلهم لو كل واحد بيهتم بحاله وبنفسه يعني نجوة كرم هي ايكونة قلعة من قلعات بعلبك اشتغلت وتعبت وقضت وضحت بحياتها وبشغلة وكل شيء لتقدر تسعد الناس ودايما نتوصل لهم الكلمة الحلوة اللحنة الحلوة الغنية الحلوة وتشرف بلدها برا فاليوم هي سعيدة ومبسوطة كان كبير ولا صغير طويل ولا قصير ناصح ولا ضعيف غني ولا فقير شو قلن رح ينقص من فنة اذا تجوزت حدا بتحبه دينه مش دينه انا امه امه مثل ما وبيه مسيحي يعني ليه بدنا نحكي بالدين وبالزغر العمر وبالمصاري عم نعملوا شي غلط هن بدل ما يبيركولها بس يا اختي ما هي رجعنا على نفس الموضوع هيدا الكرح بالناس ما بيردولك الخير ما بيردولك البسط ما بيردولك النجاح ليه نقص من عندهم لانه ما عندهم هنه يمكن عندهم بس ما عندهم الولا انه يسابروا ليتقدموا وناطرين الشخص يعني طلعت انت مع جد بكرام عملتي سكتش تتقنع الناس سكتش كذبي صح وبنقدوا هيك بينتقبي لا شو بدأ تحبل وشو عمرة لتجيب ولد طب كيف تتلقي هالنقذ اللي بيزح أنا ما بتأثر أنا من يوم يومي بحط اللي بيحكوه علي وبدأ عسع لي ونو بعلق أكتر وأكتر بحيات عمرة تأثرت طلع علي ميت خبرية ساعة عاملة فين بورنو ساعة ما بعرف مدري شو حطين لجواز تطلقت ساعة حبلوني وجابوا لولاد ساعة عند ثلاثة ولاد شو حلو ان شاء الله ان شاء الله كثير فبوقتها بلشوا كلهم يحب لي يجوز تي يبي حو برا وعنوانو فيها عنوانو فيها وما حطوا البارت اللي بيرجع جاد بيقول خبرية مزبوطة ولا لا وطلعت لا الخبرية غلط أنا بربح لانو الجمهور قال الناس ما عندها الا انه تعمل النميمة والحكة وتقلف اخبار طب يا جماعة هيدا عرضنا وشرفنا واسمنا يعني اليوم تشتغلي على اسمك وتتعب وبتعملي مجهود وبتحترمي نفسك وبتحترمي عائلتك وشغلك واصحابي بيجو هن بكلمة واحدة بيستلق والناس ما بتعود تسمع التبرير يعني ما بتعود تسمع الحقيقة اذا بيجع يحبته طيب بتعرفي مرة لقيت فنانة مشهورة قلت بالباري ماتش فنانة فرنسيبية انو اوقات الاعلام هو اللي بيخلف بين المرة وجوزة بتعتبري متى انو هيدا الحال اللي صار بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب طبعا لانو اليوم لما بدا تصير كل الوقت الاحاديث بتكون الشغلة صغيرة بتكبر اعلام او السوشال ميديا اعلام و السوشال ميديا وكل مين بيتدخل بهدول القصص حياتنا تب وقت هن يعرضون ع السوشال ميديا ايه هون شو دخل الاعلام والناس وهذا الغلط يعني هن نكمل حق طبعا الحق عليهم مية بالمية الحق على كل شخص بيحط حياته الشخصية فرجة للناس كلها انا معك نحنا اليوم حياتنا بالك الناس لانو نحنا ناس و لو ما الناس نحنا ما وصلنا لهون هيدا بفننا وبشغلنا ولكن ابدا مش مسموح انهم يفوتوا على عتبة بيتنا هيدا الشي محرمات اليوم هيدا في حرمة بيت في حرمة حياة في حرمة كرمات عرفت اليوم يعني هلأ مثلا بس يحطوا الشي عن شلين و جوزة بسير قولي يا الله يا اغت شوفر أنا معنا بتعطي رجع والبشيع انو ترى موة وقت غنيتها جديدة حرام انا لقيت بشيع في منهم بقولوا لا دعاية لا لا انا لقيت شي ابدا مش دعاية بوتر اكتر بيقوليك بات ببليستي ازا جوت ببليستي وين منصرفها هاي وين منصرفها لانو تشوف تحكو عن عرضنا وعن حياتنا وين منصرفها قولك لانو لازم تفنان يكون هو ملك الجمهور كل الكل ملك الجمهور بشغله بس مش ملك الجمهور بحياته الخاصة يعني بتوافق انو دانيال لرحمة ونصيف زيتون يتجوز وهالقد ببرايفسي ايه هاي حياتهم الخاصة طيب ازا انت معزوم على العرس وقشطوك التليفون ما بروح هايدي قصة التليفون منا منطقيك اوكي لانو هاي دا شي برايفت لقلك في عندك اثرارك على تليفونك في عندك بركة بعدين يا بيوسقوا فيك وبيعزموك ايه يا ما بيوسقوا يعني اليوم انت لما بتعزميني وبيقلك بليز حبيبتي ما تصوري ما بدنا صورة تطلع لبرا يا بتوسق فيه لتعزمي ما حد يتجوز علني من شو بدو يخجل ما هايزة اذا تسربت صورة ما علني ايه انا يعني بوفقهم الرأي انو حياتهم الشخصية ما بدو يعملوا ما بدو يجيبوا الاعلام ولكن ما بوفقهم الرأي انو هالقد ما بده هالقد يعني ما بده هالقد اسم بغني مجنة ما بده هالقد ما بده هالقد الله يهنيهم ويوفقهم بالبنات والبنين ان شاء الله ان شاء الله يا رب ويستمروا بهالزواج الحلو حمين يا رب هلأ عيش هالكلمة اللبنانية ما تبيخزونا 80% بيحضرونا برات لبنان يعني مكملة كاملة صيفية بالحفلات الغنائية الحلوة مين رح تحضري ومين احضرتي هلأ احضرت كريس دي بيرغ لأنه وانا كل ما بيجي على لبنان ولا مرة مساقبة بيكون بالبنان لا احضره فطار عقلي لما احضرته قدرت عمرو تجيب لا طب ما بحب حدا يفرض علي شو بدي يعني أنا عبالي ألبس أبيض وروح تكرم عيني فرضوا الأبيض ما بحب ما بحب بعدين كيف لو رحت واتمنعوا التصوير كنت رحت كمان 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 ما كنت رحت لكن أنا طب فأزا علقلي على الكاف علقلي على الكاف اللي أكلوا هيدا الزلمين لو شو ما كان أرسوا ما أرسوا فيه يدفشوا فيه عايت عليه مش مسموح إنه يمد إيده ع شخص تاني مين ما كان يكون أنا إذا حدا بيمد إيده علي بكسر له إياها مين ما كان يكون أنت اليوم غير نسيق إنه فنان نسيق إنه فنان ومفروض يكون مرهف ومفروض يعرف عامل الفانس طبعه فيه ناس سئيلة بتتعدى عليك بتلزق فيك بتتشمتك مية حدا شامطنا وعملنا مية حدا بدربو مضربت حدا كاف ولا مرة بحياتي المكسيمم إذا كان مأزي جدا يعني حدا مرة كيش فان من الفانزيت دي زعجيك مرة كنا أنا وعباس عم نقدم برنامج لرمضان بالكويت أوكي وكنا عم نقدمه بالمول وكان لايف على الهوى على تليفزيون المستقبل وإز طبعا حطين نحنا سيكوريتي حوالينا إجا حدا من وراي ولقطني من ورا ردت فعلي وأنا على الهوى ردت فعلي صرخت ودفشته من النقص دفشته كانوا قلت له نبريك ومنرجع مع أنه ما كان في بريك بس نقزت يعني هيك لا تحرش إيه هيدا تحرش ما اسمه يعني في كرامي في كرامي فأنا مني مع عمرو الجاب أنه يمد إيده على هيدا ومش أول مرة مرة سابب شفر هيدا بيشتغل معه ننشع نفسر بيشتغل معك ما بيشتغل عندك عندك هيدا وبياخدك وبيجيبك وبيانترك بالليل بيخاطر بحياته بالسواقة لحتى أنت تكون نايم بالسيارة ورا التاني اللي عم بيضبط السبيكر على المسرح كان بعرس شبقوا على ظهره أنه خلصنا طب أنه فيه فيه طريقة معاملة مش حلوة عم بيعمل لو كفت ووفت هيدا الكاف لو شو ما عمله قال قرصه عم بيتحركش فيه شو عم بيتحركش شو هيغتصبك يعني بالقرص أنا بحب صراحتك ما زال جبت سيرت أهيد بيروت وأغاني أغاني لنرجع للبرنامج والعاني 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 يقورني يقورني مدالك وقلوانك حبيتك كتير على الإزاعة حسيتك حقيقية مثل ما أنا كيف هلأ معك عم بحيتي ولا رديت فعليك ولا أجوبتك رهيبة كأنه إليك شعشرين سنة بتزيعي عن جات كلهم هيك قالولي 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 كأنك إليك شعشرين سنة ورا الميكروفون مين استقبلت دروف استقبلت نادين جابر استقبلت ميرفا القاضي استقبلت باميلا الكيك استقبلت غسان ويسام صديبة استقبلت جو أشقر يعني وبعده مستمر البرنامج بعده مستمر البرنامج هو من الثنين للجمعة من الساعة خمسة للستة ومص بتوقيت لبنان واللي برات لبنان بيحضرونا على الابليكيشن بيسمعوني على الابليكيشن أغاني أغاني طيب بنفس الإزاعة في نسرين زواهرة عم تعمل مقابلات مع فنانين بتحسي فيه منافسة معا رابدا لأنه نسرين زواهرة برنامجها غير استيل عني كمبليتلي هي أوه شي بتعمله مرة بالجمعة بعدين هي بتحاور أنا حتى لو عم حاور فنانين أو مطربين أو ممثلين مما كان يكون عم حاوره بحاوره بطريقته مش بطريقة موزيعة وهن بياخدوا بياخدوا علي لأنه هلقد بريحهم عرفت كيف يعني بيرتاحوا بيرتاحوا جايين ندردش كأنه عم يدردشوا معي ما هيك طيب بتلاقي أنه متاع فيني رومي بنفسك لأنه بذات الوقت في ساعة خمسة وفيني بيعتبر أنه هو نمبر وان على الإزعاد أنا بكرنله كل الاحترام لفيني وأنا بقول ما حدا بياخد محل حدا ولا حدا بينافس حدا كل واحد وشطرته والناس لما بتحبك بدأت تسمعك وبتحبه بدأت تسمعه ما حدا بياخد محل حدا رولة إزاعة تليفزيون مسرح وسلسلات حتى بالتليفزيون وغير السكتشيت في سينما كان فيه هلأ كان نزل أنا شاركت فيه لفيلم المزرعة وكانت رسالته كتير حلوة كان لنا ديمهنه رولة كتير الناس عم بيحكوا أنه أنتو كأنه بيحبكن للسورية أنه يبقوا بلبنان عم تدعموا اللاجئين وانت بتعرفي مش كرهن فيهم ولكن لأنه البلد بقش يستوعب يستوعب عدد كبير من اللاجئين صاروا أكتر من مواطنين البلد نعم انتأدوكن شوي أنت ويسمحن على الفيلم سوري لكن لما نجم مهننا المخرج والبروديوسر طبع الفيلم إجوا وقلنا عن هيدا قصة الفيلم نحنا تحمسنا لأنه قصة إنسانية إنسانية بحثة طبعا نحنا بلبنان متضايقين كتير من كسافة لأنه مش بس من السورية عنا جنسيات أخرى نحنا مثل الأسيوبية من سريلنكا من الهند من الصين من اليابان من فلسطين من سوريا من فلسطين عنا كتير جنسيات في لبنان بيها 10452 كم اللي ما عنا كهرباء ومن نقطع من الماء وعنا زبالي فوقنا وعنا زبالي فقراصنا مصرياتنا بربنوكة وضعنا الاقتصاد بالبلد ما عنا رئيسة جمهورية ما عنا شي نحنا أنجق عم نقوم بحالنا أنجق عم نقوم بحالنا فضغط صار علينا كتير أكيد أكيد نحنا كبش محرقة دايما بقول بلبنان وين فيه مصيبة بحالنا بحالنا مثل ما كتير ورديت على المنتقدين وأنا بدي برك لكم فيه لفين صح يعني ما قدرت راح الافتتاح رجعت حضرت بعدين وأول مرة بشوفه سامحان عم بمثل بطريقة حلوة وأنت كمان كنت كتير وميرفا مثل كتير حلو فيه كمان عطيت من قلب ميرفا اللي انت أدوها كتير لأنه كانت مثال المرة اللبنانية السناب الشيك حالة اللقيمة المسمسمة اللي بدت تصرف تخلص منه نعرفته فحرام ميرفا أول ما رحنا على الافتتاح كان بسوريا بالشام قالت له بليز قبل ما تحضروا الفيلم بدي أخصوا بكاركتاري يعني فبدي أخصوا لكل لكل أكيب العمل يعطيهم ألف عافية وكمان ندي مهن اشتغل بظروف كنا بوقت بكورونا اشتغل بظروف كتير صعبة كان ميديا ولا حتى بالأمنيا صحيا فبدي واجه لهم تحية وبدأ أخصر برافو عمل كانت رائعة وموفقة حبيتي ميرفا القاضي وقت عطيت برفورمانس عن دليدا طار عقلي فيها أنا ميرفا حبيبة قلبي بحبها كتير وطار عقلي فيها لدرجة أنه ما صدقت هيدا الشو قده عظيم انترنسيونال بيكبر القلب يعني هيدا إذا بيشوفوا هيدا الشو برا بيوروب بفرنسا خاصة بإيطاليا ما رح يصدق أنه مانا دليدا من الرأس من الأداء من الصوت طريقة تشتغلت على نبرة الصوت صابتة مية بالمية ميرفا حدا كتير شاطر يعني مثل ما بيقولوا كاملة كاملة من جميعه من الشكل للمضمون للأداء أنا عن جد بموت فيها وبقال له الله يوفقها يا رب لأنه بتستاهل كل خير كتير بتشتغل على حالة حوسق برأيك لأنه كان سولد أوت أنا ما قدر تدبر كروتي ولا قدر المخرج يدبر الكروتي كان بيجن إن شاء الله وفروض يرجعوا يعرضوه وأنا بدي أدعيك إليه ريلا نحنا من نروح بكل طيب تخاطر أستاذ نفتش عبكير هالمرة على كروتي فكيرتش مرة تعملي مسلسل مشترك سوري مصري لبناني عملت عملت مسلسل اسمه كان ليالي كان لبناني عم سنين لنحضره نحن نعم مش حطوه عشي أبليكيشن لنحضره بعتقد إذا بتفوتوا يمكن على يوتيوب موجود أو يمكن بحيال بلاتفورم كان معي من لبنان أنا وماجي بوغسن وعمار شلاء ومن مصر زينا وممثلين مصريين وعملت مسلسل كمان اسمه أيام الدراسة ثلاثة كنت أنا ومعتصم النهار وطلال مرديني ويامن الحجلة ويعني اكتار أي أهدم واحد بالحياة معتصم أو يامن لك كلهم مهضومين بس طلال مرديني كاركوز مهضوم كتير يعني بالحياة كتير حلا معتصم ماخد شيكسي من بعد معتصم بجنن كل هالصبايا مغرومين فيه كلهم بعقده كلهم 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 بعقده صراحة يعني حتى خالد كمان بجنن كمان هنهن الأربع شباب بيكونوا من هنه وصغار أنا اشتغلت معهم بجزء الثالث اللي هنه عملوه هنه وكبار هديكي كانوا من زمان عاملينه راببنا فتش على اليوتيوب اللي إيه أكيد حلو كمان أمثلت بمسلسل اسمه جيران كمان هيدا بالإمارات عمل كمان أمثلت بمسلسل تاني كمان كتضيفي فيه بكطر كله مسلسل مشترك عربي سوري اسم الله عليك اسم الله عليك فيه شي هلأ جديد عم بنعرض عليك لا هلأ بدي خلص بدي خلص ببهو ستلاميا أول شي لأنه كتير محمس علي الكاركتير رولا لكان هلأ فيه مشاريع الحالية اللي حكينا عنه أنا بدأت تعليلك بالتوفيق تاني كتير وإليك إن شاء الله من نجاح لنجاح وتضلك ضيفتنا دايما هلوجه الحلو المبتسيم هالنجمة يعني يوم لبسي ذهبة خلص ذهبة مكرمك لأنه ذهبة بكرم الملوك حبيب أنت ملكة ملكة قلبنا وقلب كل الجماهير اللي بيحبوك وكل الناس اللي بيحبوك وأنا بحبك كتير كتير هلأ ومن من قلبه لقلبه أنت القلوب شواهد بيقوله فكمان أنت صديقة عزيزة ومخضرمة بمجالي عشرة عمر أنا وياكي أصدقاء وسلامات لأستاذ نعيم كير بدي أقلو بكرا باوسات باوسات كبير بدنا نشوفكم نطرينكم نحنا من فانزيتم من نحنا وصغار بدنا نشوفكم كمان الله راد بالستندب كوميدي شو أين الله راد أهلا وسهلا فيك عما وقع الفان مرسي كتير وأنا بوجه تحية لكل المشاهدين وإن شاء الله يا رب يا رب ضل عند حسن ظنكم وأقدم لكم الأعمال الحلوية بعد باوسيت رولا ما فينا نحكيك انتظرونا لبسوعة المكملة لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرض الآن في إشي بهالدني أصع ما بدا هلآن لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرض الآن في إشي بهالدني أصع ما بدا هلآن صدقني صدقني ما بدا هلآن